لكن أنا دائل أقول في الإطار ده كلام لبعض الناس المحترمين لكن مشوش عليهم طيب يعني بعض مجومة المجتمع مثلا يزول في القطاع الرياضي يزول في قطاع الشعراء والفنانين والمغنين في ناس مشوش عليهم لا زالوا يقول لك يا أخي الحرب دي لازم تقيف ويفتكر إنه الكلمة الحرب دي لازم تقيل يقولها بالتساوي كده بين الجيش وبين التمرد باحتبار إنه الطرفين دي لهم أسباق أنا غلا الفئة دي حارز جدا حارز جدا إنه يعني نبادل مع حوار هادئ وحوار صادق أولا حرصا عليهم هم لأنه شوفي أنا الشعوب دي والأمم دي ما قاعدة تخسر إذا فيزول من أبناء تخلف من معارقة شعوب ما بتخسر بخسره الناس دايما الشخص اللي يتخلف عن معارك شعبه وعن معارك أمته وكده ده هو اللي يخسر لكن إحنا أصلا ما يعني ما بنخشى على إنه الشعب السوداني ده ولا الجيش السوداني ده ممكن يخسر لأنه فيزيد ولا عبيد ولا إكس ولا واي من الناس واقف ضده ولا تخلف عن مساندته لكن إحنا والله حرصا عليهم هم عن ناس اللي 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 لازال في تشويش عليهم وده ما لأنهم ناس سيئين لأنهم هم ما شغالين احترافا في الميدان الميدان السياسي ده وبالتالي بتخوفوا إنهم يقولوا راي واضح وده يعني ضحف في وعيهم ربما يعني محاذير أكثر من اللازم ربما أنا أي زول أمس تخلف عن العرس السوداني ده أمس والله زول ما محظوظ أبدا وزول زول يعني يعني بالضبط ده زي زول اللي بيتخلف عن اللقاء أهله وأسرته ويعزن نفسه من أطراحهم ومن أفراحهم وكذا فأنا ده نجوم المجتمع وهم قلة قليلة يعني الحمد لله رب العالمين أنا شايف عدد كبير جدا من المغنين وعدد كبير من الشعراء وعدد كبير من الرياضيين وعدد كبير من الأطباء وعدد كبير يتفاعلوا تفاعل يعني سبحان الله في هذه القضية القلة القليلة دي نحن ما قنعاني منهم القلة القليلة دي نحن برضو دارين أقول لهم ما يفوتكم هذا العرس ما تغيبوا عن هذا العرس السوداني ليه؟ لأنه أنت لما تقول لي والله لفظة حرب دي لفظة حرب بيت تستخدم بتمييز يعني ما يعني كلمة حرب دي عشان ما تتشوج عليكم استخدمه بتمييزة في زول بيجعل الحرب في زول في جهة تجعل حرب وفي جهة تانية بتخوض الحرب مضطرة الجيش السوداني ما أشعل الحرب الجيش السوداني دي لو أجعل الحرب بيتم أسر خمس ألف من قياداته ومن أفراده ومن جنوده في يوم واحد ده غدر بالجيش غدر دي حرب غدر أنا بشرح لك دي غدر بالجيش طيب الجيش ده التمرر ده الآن تجاوز الخمس مئة يوم الجيش ده تلتمية يوم بيدون داخل مؤسساته صحيح تلتمية يوم تلتمية يوم منازل الأفراد الجيش ده لحد ما نحن فقدنا قاعدة داخل مكاتبه نحن فقدنا قاعدة المدرعات داخل مكتبه مش كده؟ نحن فقدنا اللواء ياسر داخل الحامية بتاعته مش كده؟ طيب الجيش السوداني ده الآن يخوض حرب تحرير يعني الناس يدقوا ويصفقوا ونحن بيتين نرجع إذا ما عندك طريقة ترجع إلا الجيش السوداني ده يخوض حرب التحرير وإنت تكون واقف في ظهره طبعا حكا دينك أنت تكون واقف في ظهره والدي هذا مشير ماشر لانتصار الجيش ده شير لإنك كدتا متفهم لطبيعة هذه القضية الجيش الآن عشان الناس يرجعوا لبيوتوا لازم جيش يخوض الحرب وينتصر عشان الناس يرجعوا لمتاجرهم لازم الجيش يخوض هذه الحرب وينتصر عشان الناس يرجعوا لميادينهم ومساجدهم ومائادنهم وليحاراتهم وليبيوتهم وليشوا لابد أن يخوض الجيش هذه الحربة المفروضة حتى بالنسبة للمغنين عشان أنت ترجع لنادي الضباط وترجع للريفيرا وترجع لشارع النين لابد أن ينتصر الجيش في حرب التحرير المفروضة عليه عشان نرجع ننصب المساريح وننصب الميادين والناس الرياضين عشان نرجع لإستاذ الهلاغ ونرجع لإستاذ المريخ ونرجع لإستاذ التحرير ونرجع للمدينة الرياضية ونرجع للمواقع دي لابد أن ينتصر الجيش في هذه الحرب المفروضة ما في طريق تاني ما في طريق حتى الناس يستعيدوا دولتهم ويستعيدوا أراضيهم ويستعيدوا الجزيرة ويستعيدوا دارفور ويستعيدوا النيل الأزرق ويستعيدوا سينجا ما في طريقة غير أنه الجيش يخوط هذه الحرب المفروضة عليه وينتصر وإنت بتتكلم في واحدة ترجمة نانسي قنقر